شكرا لكم عكسة لكم مقاومة عمل روح حتى النهاية صح لا يهوز من شغلاتيه لا غفران لا لأنه سلم ابن الإنسان لا لأنه ما نتبش للممات صح موقت ولي ازاي حط سلام خدا أنا قد ده يعني قرع عقب على التبريف على روح الكدس بس يعني عبرنا طلعت فكنت انت قلت كل حاجة لا ما فيش ايه مشكلة شاركي واكيد في حاجة كده فعالي في ده هي خطية يهوزة بص يا ايه خطية الشيطان ليه ملهاس غفران لشيط الباب الشيطان كان نابع الشر من دخله يعني فساده من دخله اما يهوزة ده وز له الشيطان يعني مصدر خارجي اللي أكله الفطية لكن الشيطان هو من دخله شره عشان كده اي خطية لنا لها مغفرة يعني طلبة بنقذل طوفة عن خطية بلها مغفرة لكن انت ما تشبهش خطية يهوزة بخطية الشيطان في فرق شاسر احنا عندنا الشيطان اسمه المعاند المعاند الذي شط يعني عصى عصى ربنا يعني لا مش فكرة عسيان كمان عسيان وتقبر يعني كبرياءه من الأسقاطه وكبرياءه ده كان دخله هو لكن يهوزة شره نربع من حاجة خارجية بسم النهائي بزدت عشان كده لو كانت هاخدت تسليمه المسيح كانت هتزفر ما كانش هتعطبط شيء كلام مظبوط كلام مظبوط جدان جدان كانت اهنات الموضوع لكن للأسف هو بدل ما يتوب ربنا يحفظنا من الشعور ده بدل ما يتوب راح ينتح عشان كده اي انسان مهما الله افضل هو فقد الرجاء فلما فقد الرجاء يعني الشيطان تسلت عليه للنهاية يعني هو حتى انتحار يهوزة ده تسلت الشيطان للنهاية تسلت على حياته واخذ روحه للهوية بالضبط يعني عايز اقولك بالصديد والصديد الخطيئ عن مثلا اللي حصل ان التلاميذ في اللحظة دي لما مسيح جي تبض عليه سابوا كلهم ويهوزة كان هؤلاء مسلمهم ويشتم ويسلب ومرقص رسولنا رسول الكنيسة الابطية عمل ايه خير بعريان فكل سابوه طب ودول كلهم تابوا وحسوا ان احنا بني ادمين بنغلط بس بني ادمين بنغلط نتأسف نعذر له على الغلط الوحيد ربنا يحفظنا من الشعور ده انا ازاي اغلط انا ازاي اتقلل لنا اغلط انا ازاي اشوف نفسي غلط حبيبي كلنا بنغلط كلنا بنغلط بس الشاطر اللي يقف كده هو ويقف مع نفسه ايه في القطة على نفسه ويراجع نفسه مع ربنا اه انا بغلط ده لحمه دم ولا مش لحمه دم هو طبيعي ان انا اغلط بس مش طبيعي ان انا اتماده في الغلط ايه انا عندنا ايه في العهد عندنا ايه في العهد الخديم بتقولنا الصديق يشكل سبع مرات ويقوم والسريب يعطره صدره يعني احنا لما بنسقط احنا لو روح الخدس يبكتنا ولا انا عامل جريح الخدس دايما هنقدم في طوبة مستمر له وجهات مستمره ده الخطيح لكن لو عاملتنا روح الخدس الى الممات يعني انا دعنا الخطيحة وعاملت خريف الخدس بيبكتنا عليها اعتبرتها ان هنهارتين حياتي حتى ما اعتبرتهاش خطيحة بعد كده لان الانسان لما بيتعود على خطيحة بيعتبرها ان ايه حاجة عادية بعد كده لما يعود نفسه على الخطيحة فهيموت في خطيحة بسماء هيموت في خطيحة بزابت حتى الممات يموت في خطيحة كده التعبير مزبوط موت في خطيحة ده اسمه تكديف على الراحب اللي هو نقدر نحكم عليه في الاخر حقيقة ان البناء ده ده رايح النار رايح النار وربنا ده اللي بيبقى اعلم بالنفس البشرية دي ان هو فعلا ده الجدف على الروح القدس ورافض لغاية لما يخش النار ده اللي يطلق عليه تكديف على الروح القدس كلام مزبوط بس يعني متخيرين التأمل بجد في التلاميذ في الوقت ده يعجد عندك معاك وكان بيهم معجيزات وبيكلمك وموسيكوا ان هو هيتسلب ويقوم وهيسعد كله جري اللي جري وشتم واللي اصلا جيسلمه واللي مجري عريان يا شاعة ربنا ان قبل كل اللي تابه اللي جيه اللي جيه بشعة واستشهد على اسم المسيح ومن بعده عشرين واحد من أباط واحد من شد لما شاف اللي عشرين قبط بيتقتله قال انا هتقتل معاه انا هستشهد على اسم المسيح انا بسيح زي ايه ايه ده معقولة ان الراجل اللي جري عريان ربنا ابل طبته ابل طبته اه بالطبطه ابل طبته ان هو يبقى مباشر عظيم يبشر مصري الخامس مدل الغربية waist hook خمس ندل الغربية خمس مدل الغربية كان بلاد يعني مبشر حوالي ست بلاد هو نفسه اللي جريعيان في الاول. اه. متفاعلين. زي ما كان شاول في الاول متطهد. ربنا قبلوا وعاكسوا للناحية التانية. شاول بشر في روافقية وبشر في معظم دول الاوروبا. ربنا بقبل كل من يتوض. فضلي. نفس الحكاية لما نشوف التلاميذ والروسل هم نفس الناس اللي هربوا. هم نفسهم اللي دفعوا عن الإيمان وبكل قوة وضحوا في حياتهم. يعني بعد ما امتلقوا بالروس الخدس أعطاهم قوة ان هما يكونوا حق الصد أمام يعني هرتقاتوا وبشروا وفرزوا مهمهمش. الإزاء الجسدي يعني عملوا بقات الكتاب المقدس حقياً لما قال توبى لكم إذا عيروكم ولا يتحكموا من من يخل الجسد بل اقتموا ملا سلطة أن يهلك الجسد والروح. يعني هم عملوا حرفياً بعد كده بقات الكتاب المقدس. بالزبط لأن الروح زي ما بنقوله روح الكدس اللي فينا بيبكتنا على خطيئة اللي بنعملها. بيبكتنا لو فيه بر أو حاجة خير نعرف نعملها وما نعملهاش. بيبكتنا على دينونا. عشان كده وقت كل الناس في رواء محبة كل واحد في كل موقف ييجي يعمله. يفتكر. الله بيرشرني هنا. إن أعمل الحاجة دي ولا ما أعملهاش. ما أنا ممكن أقول كلمة. الكلمة دي تتخذ علي. الكلمة دي تسيء لحد. الكلمة دي تتفهم غلط. عشان كده نحاول نقط برشاد ربنا في كل شيء. كلام مصبوط. أقويا نعلق أنا مع رفسي صراحة أبونا أرنية قال إيه. كده كده مش قدر رب تعليق. طب نتابع كده لأن فيه 78 تعليق. نشوفهم. نرد. خطية ياهوزا خطية استثنائية غير مكررة وغير معتادة اللي يوجد لها جزور عوزاك. زي وزي أي خطية. يعني هاو يبقى أحسن من اللي سبه. أكثر من اللي سبه شتم. كلهم كانوا خطايا. سلام رب الله سلام. سلام رب الله. بص حبيبي انت بتاع الخطية الغير معتادة حط لك صورة البروفيل اللي غير معتادة بتاعتك عشان نعرفك. لا تطفيل روحة المعنى رفضة في كترة روحة كدس. رفضة عمل المامك. رفضة عمل. لا تطفيل الروح دي معناها تقليل عمل روحة كدس في حياتك. يعني رفضة عمل الله في حياتك. رباني يا بلتوب. يعني بس. انت بخير كلام الله يكرمك. لا مش هاخشها بإذن الله. عايزت اخشها بكت الوحدة يا إيسو. لا مش هاخشها بإذن الله. لا مش هاخشها بإذن الله. ها انت علقتي على التخيل؟ ماشي. لا مش هاخشها بإذن الله. يا جماعة انتو عملتوا الناس دي بلوكات ولا لا؟ طب الوحدة عادة من ميوت إزاي؟ يعني كلا بس. هاخشها بصير خطية يهوزة بس. وقعد يا عم. وقعد. كله أخطأ. كلهم أخطأ. هاخشها بطبط تسيبك من كارت فاكة ومش. هنبقى نت. هناك سيدني عنده وي فاي راوتر. يعني ربنا. هاخشها بطبط تسيارتي. موت سيخط. هاخشها بطبط تسيارة ربك أنتو. شفته. فين؟ طب لما أضع صورتي كنت الأول أبعرفك الرد. بدي حبيب من مستعد أن ارتبط. ايه الشربات ده؟ ايه الشربات ده؟ لتي موت تراجب. ربنا يا رزقك. ارتبط يا كرول ارتبط يا كرول ارتبط يا كرول